اشتركوا في القناة في حاجة غائبة فيه ام ممكن تكون بتسمع كتير عن التربية ومع ذلك ما بتتغيرش اب بيسمع كتير خطب ووعظه وتنبيهات عن علاقته بأولاده ومع ذلك ما بيتغيرش يا ترى ايه اللي بيخليه مش عارف يتغير انا بتصور ان اكتر عقبة بتخلينا مش عارفين نتغير هو ان احنا جوه مننا افكار احنا محتضنينها افكار مسيطرة على اداءنا فكل ما بنسمع معلومات جديدة عن التربية بترد بالافكار الموجودة جونا عشان كده احنا بنحاول في برنامجنا نتعرض للافكار السلبية اللي بتعيق اداءنا التربوي مع اولادنا الفكرة السلبية اللي هتكلم عنها النهاردة هي فكرة التحكم والسيطرة الام اللي بتحاول تختار لأولادها كل شيء والقب اللي متخيل ان التربية هي ان ابني يعمل كل حاجة زي ما انا عايزها عدم الانسحاب من حياة الاولاد بتدرج الفكرة دي فكرة بتولد ازمات كبيرة جدا عند الاولاد كفاية ان ابني بيبقى حقيقي مش عارف يتعامل مع الحياة من غيري بعض الشباب يقولي انا برجع لوالدي في كل حاجة حتى في ركنة العربية تخيل في فرق ان انا اربي انسان سوي وان اربي انسان عاجز في فرق ان اربي انسان سوي يعرف يواجه التحديات ويعرف يواجه الازمات اللي الحالة تخلو منها وان انا نشأ انسان عاجز خلف التحكم والسيطرة والتحكم في كل اختيارات اولادنا احيانا بتكون نية حسنة حب واحيانا بتكون مثالية انا ما عنديش قدرة كاب وكام ان اشوف ابني بيغلط وهو بيراجع نفسه في الغلط ده فعايز الحياة بقى مثالية عايز ابني بقى بلا عيوب عايزة يعمل كل حاجة صح واحيانا بيكون خلف فكرة التحكم والسيطرة المنافسة انا بنافس باولادي اولاد الجران واولاد عموهم واولاد خالهم فما عنديش استعداد ان اسيب ابني لاختياراته الخاصة اللي ممكن تحسسني ان هو بقى اقل من غير التحكم والسيطرة في اداء اولادنا بتصنع انسان عاجز ما عنديش قدرة على صمع القرار او حل المشكلات او الاختيارات الخاصة بيه في حياته علماء النفس بيناقشوا فكرة او مفهوم اسمه العجز المتعلم ان انا ازرع في قلبي ابني منذ الصغر انت ما تقدرش الام اللي لقيت ابنها بيحاول يطلع على الكرسي ورح تجاية شيلاء وامطلعها هي على الكرسي مرة تانية لقيته بيحاول يفتح الباب رح اتمسك المفتاح وفتحت هي الباب بيربط الحزاء رح اتمسك هي الحزاء وربطها تكرار المواقف دي بيوصل لاولادنا الرسالة عميقة تبقى في معتقدهم اسمها انا ما اقدرش انا ما اقدرش الطفل يبقى حاسس بالعجز مش هيبقى طفل ساعتها هيبقى شاب حاسس ان انا ما اقدرش هيبقى رجل او امرأة كبيرة ومع ذلك حاسس انها ما تقدرش لان اتزرع فيها من وهي صغيرة لاعتمادية لاعتمادية ان انا ابقى ببصص النحالي واستقراري متوقف على اعمال الغير مش هقدر استقر داخليا الا لما الناس تسعيدني الا لما الناس تدعمني عشان كده الفكرة السوية اللي احنا محتاجين نشتغل عليها هي الانسحاب بتدرج من حياة اولادنا ان انت تكون بتاخد كل اختيارات اولادك انت كده بتأذيهم والفكرة السوية الصحيحة انسحب بتدرج من حياة اولادك انسحب بتدرج يعني ايه؟ يعني كل مهارة ابنك بيعرف يعملها ممنوع ان تتدخل فيها حتى لو بيعرف يعملها بدون اتقان يعني ابني بيعرف ان هو يلبس لوحد يلبس لوحد طيب هو بياخد وقت اصبر عليه ضعف البدايات امر لازم لنا الله عز وجل خلقنا في ضعف ثم بعد ضعف قو فاصبر على ضعف ابنك الاول وساعد ان هو يتدرب بتدرج التدريب بتدرج معناه ان انا اعمل قدامه المهارة انا لبست قدام ابني واعمل معاه مرة تانية المهارة بصورة مشاركة البسه واعلمه ازاي يلبس بعد كده اخليه ساعدني بجزء من المهارة ان انا مثلا وضعت اول الملابس وسيبته هو يكمل بعد كده انا بقيت بخليه يعمل مهارة قدامي وانا بتابعه وباشرف عليه بعد كده انسحبته خلص التدرج اللي انا قلته ده بعض الاباء والامات مايقدرش يصبر عليه هو انا هاعد اعلم ابني لبس ملابسه في كل ده لا انا مستعجلة انا وراي حاجات طيب ومستقبل ابنك ومهاراته ونظلته لذاته ممكن البعض يستشعر ان انا مضخم الموضوع اوأكد لك ابدا ابدا الرسائل العميقة اللي بنقابلها عند الانسان يعاني من التراب نفسي بيكون في اعماقه معتقد بيقول انا مقدرش بيقول انا مش كفق بيقول انا فاشل بيقول انا مستحقش طيب وده وصله ازاي وصله عن طريق رقم واحد سيطرة الولدين السيطرة اللي مبالغ فيها خلي بالك اياك تتخيل ان التربية هي سمع كلام بعض الامهات بتخيلة ان التربية هي الابني يسمع كلامي فيبدأوا ينهالوا على اولادهم بفكرة بير الولدين بير الولدين من اهم اعمق العبادات الى اني محتاجة اقول لك كام وكاب ان انت زي ما ليك حقوق هما كمان ليهم حقوق زي ما انت ليك حق هما ليهم حق النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال ان الله كره لكم ثلاثة وذكر منهم ومن عنوهات ان انت تمنع حقوقك تمنع عطائك وتطلب الحقوق اللي مطلوبة على الطرف التاني تمنع واجباتك وتطلب حقوقك يعني ما ديش لابني اللي هو محتاجه مني لكن اطلب منه اللي انا محتاجه منه طيب انا هنا كده بقى زي اه انا هنا كده بقى زي عشان كده بنقول انسحب بتدرج من حياة اولادك ويعرف ان التربية مش بس سمع كلام وانما التربية بناء طويل المدى تربية عملية طويلة المدى يعني الام اللي مش قادرة تتخيل ابنها بعد عشر سنين بعد عشرين سنة الانفع لي ان انت تسعديه بتدرج في المهارة ولا ان انت تعملي مكانه المهارة دي الانفع لي بعد عشرين سنة ان انت تصبري على اداء وتسعديه بتدرج يبقى احنا محتاجين نتعلم ثقافة التدريب نتعلم ثقافة الصبر على الضعف الاول اللي عند اولادنا ما نتعجلش ما نكونش مثاليين في تعليمهم الاشياء وانما فهمين ان التدرج هيؤدي لإكساب مهارات حتماً لمحالة وان السيطرة هتؤدي لتشويه شخصية اولادنا ان شاء الله نلتقي في الحلقة القادمة مع فكرة اخرى ونلتقي على خير والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة